هل الأنشيد والشيلات حرام؟ الأنشيد والشيلات لها أحوال الحالة الأولى أن تكون معانيها طيبة وليس لفيها معازف ما فيها يعني آلات موسيقية ما فيها معازف هذه هي جائزة إذا كانت معانيها طيبة يعني تحث على الرجولة وتحث على العفة والكرام هذا طيب هذا طيب وكان الناس يعني يحدون قديما ويستعملون التقريب هذا في سوق الإبل وفي عبد النبي قال لي بالرواحة أصدع من أجل أن يسوق الإبل الإبل تحتاج في الليل إلى واحد يحدو بها من أجل أن تتنشط وقال لي أنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة لأنه إذا كان بدأ ينشد الإبل تسرع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنجشة فهذا إذا كان المعنى طيب وسلم من المعازف لا بأس بذلك يعني لا بأس من الإنسان يستمع ومثل هي يا أخي الآن المواعظ الملحنة يعني فيها مثل نونية القحطاني صحيح بن القيم كلام بن القيم نونية بن القيم مثل الأشعار الآن اللي فيها مواعظ الزينبية وغيرها مثل أشعار أبو العتاهية اللي يقرأها الشيخ ظفر بن راشد انتعفات مثل هذه هذه أيضا يعني عباء عظة ومواع عبر ومواعظ وتخلي الإنسان يعني يستفيد ويطرب أيضا فيها صوت مطرب شجي زين نعم عرفت من لنا مثل ليس الغريب وغريب الشامي نعم هذه مواعظ حتى بعضها يعني قصائد طيبة من العامية تنصح قصائد يعني بين النبط ومعانيها جيدة بل إن العرب كانوا يعني يعلمون أبناءهم الشعر لأنه يربيهم على مكارم الأخلاق فهذا لا بأس به سواء كانت شعلات أو كانت أناشيد الحمد إسلامية إذا كان يا إخواني هذه الأناشيد معها موسيقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرة والحرير والخمر والمعازف هذا حديث صحرة والبقاري وما ينبغي أن نناقش فيه يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن عن المعازف كلها وأن يستغني بالحلال عن عن ما حرمه الله وتعالى ومنعه ومنع منه كذلك يا إخواني بعض الأشعار الفاسدة التي معانيها رديئة أو التحث على الفجور أو تهون أو فيها سبل للناس نحن يعني فيها سبل للناس ما يجوز هذا فإذا الآن نقول بأن إذا كانت معانيها طيبة وسلمت من معازف ما فيها بأس ونبيحها للشباب والفتيات والله تعالى قال عن جيل الصحابة أكرم جيل قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة فاللهو المباح هذا مما يعني يسد أبناءنا وبناتنا عن الحرام ويغنيهم عن الحرام نعم ترجمة نانسي قنقر